وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِيِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ طبعا وهم ازاي ربنا ما يعذبهم ش دول وهم بيصدوا الناس عن ملة إبراهيم عن دين التوحيد في المسجد الحرام ودنسوا البيت بأصنامهم وهم ليسوا أولياء المسجد الحرام ولا يستحقوا أما المين اللي يستحقوا بص بقى عشان الرد ده من أخطر الردود وهيتبني عليه مبدأ من أخطر المبادئ دلوقتي إن أولياؤه إلا المتقون ركز في الآية وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وهم يصدون عن المسجد الحرامي وما كانوا أولياءه مش هم اللي يستحقوا يبقوا أولياء المسجد الحرام هم المين اللي يستحق إن أولياؤه إلا المتقون المتقون دل مين المسلمين حلو قوي المسلمين في الوقت ده معظمهم كانوا منين من مكة لا من المدينة الأنصار كانوا يمثلوا أكتر من تلتين المسلمين بص عدد الأنصار في أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هتجدوا ما بين تلتين وتلت تربع الجنود سبحان الله يعني أهل مكة اللي مولودين فيها لا يستحقوا المسجد الحرام اللي في الوطن بتاعهم اللي هم تولدوا فيه وناس تانيين ربما لم يروا المسجد الحرام في حياتهم أبدا هم أولياؤه أيو المسألة مسألة تقوى وقرب من الله وليس وطنية وطنية زائفة لو ناس عايشين في بلد وهذا البلد له قداسة زي مكة زي المدينة زي القدس الشريف وقرروا أنهم يبيعوا المكان ده قال لك هنبيع الكعبة هل المسلمين يتركوهم ولك هم أحرار في وطنهم مش وطنهم وطنهم مين لا اللي يستحق المسجد الحرام ويستحق المدينة ويستحق القدس هم المتقين هم أولياؤه هم اللي يمنعوا عنه أي شيء غلط على العالم كله الإسلامي أنه يمنع أي حد بيحاول يمس قداسة هذه البقاع المقدسة لأنها وقف لكل المسلمين ده كلام جديد بقى محدش سمعه قبل كده قال لي بالأ محدش كان يعرفه فعلا وعشان كده ربنا قال إيه ولكن أكثرهم لا يعلمون معظم الكفار لا يعلمون إن مكة أولى بها آخرين ربما لم يدخلوها من قبل أبدا ترجمة نانسي قنقر